منحت شركة رادا للتطوير العقاري عقد إنشاءات رئيسيا لبناء إست فيلج والتي تشكل المرحلة الثانية من مشروع الجادة المتكامل في منطقة مويلح بقيمة 423 مليون درهم ويتضمن بناء 16 مجمع سكنيا ضمن مخطط رئيسي من المساحات المنسقة وسيبدأ العمل فورا على تشييد المجمعات السكنية في المشروع حيث يتوقع كمال البناء في أول باقة من المنازل في شهر ديسمبر 2021 ويقع مجمع إست فيلج العصري في وسط الجادة ويستهدف جيل الشباب حيث يضم سلسلة من المجمعات السكنية التي تتميز بالتصاميمها العصرية والجريئة هذا وتحقق أرادت قدما ملحوظا في الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الجادة فيرست إفنيو حيث يخطط المطور العقاري لتسليم أول باقة من المنازل المالكين خلال الربع الثالث من هذا العام وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسم رئيس مجلس إدارة أرادة إن هذه الخطوات تمثل علامة فارقة في هذا المشروع الضخم ونؤكد عزمنا وإصرارنا على مواصلة الإنجاز في مختلف مواقع مشروعنا المتكامل في قلب الشارقة وعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسم عن شكره للمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة التي تعمل جاهدة لضمان بناء منازلهم في أسرع وقت ممكن وفق أعلى معايير الجودة